هنا في سان فرانسيسكو يعمل مطورو البرمجيات على مساعدة جوجل في دخول سوق جديدة آخر ابتكارات الشركة التي تخوض بها السوق هي نظارة جوجل الذكية يهدف الابتكار إلى نقل شبكة الانترنت إلى الشاشة التي تضع فوق العين على هيئة نظارة خفيفة طلب من المطورين تصميم تطبيقات لتحويل الابتكار إلى منتج استهلاكي أعتقد أن مثل هذه الأدوات الذكية أصبحت أصغر حجما وأسهل استخداما وصار الناس يكتشفونها كما اكتشفوا الهاتف المحمول من قبل هذه أول تجربة لي لنظارة جوجل وبتشغيلها أرى شاشة كبيرة إنها من بعيد كأنها عشرون بوصة أستطيع التحكم فيها بالصوت حسنا أيتها النظارة التقطي صورة أعطيني دليل الطريق إلى جولدين جيت بريج والآن حصلت عليه أمام عيني وبالصوت أيضا أيتها النظارة التقطي صورة ما زال الطريق طويلا حتى يصبح هذا المنتج في متناول المستهلكين لكنه يحقق تقدما ملموسا يرغب البعض في منعه عن السائقين لكن هناك تساؤل لدي آخرون هل هذا الابتكار مدهش أم أنه غير ذلك هل تعلمين أنني أسجل مقطعا مصورا الآن؟ إذا لم أكن أعلم ذلك مسبقا لكان الأمر سيئا هذا المدون يقول إنه لا يستطيع خلع نظارة جوجل منذ أن اشتراها الشهر الماضي هذه طريقة أفضل للبقاء داخل شبكة الإنترنت فهذه الابتكارات تغير علاقتك مع التكنولوجيا وفي حين يعتقد أن تلك النظارة تجعل حياتنا أفضل هناك آخرون لا يدعمون هذا الابتكار الجديد ترجمة نانسي قنقر